بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرم منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أغلتناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فللقوا الصن عليهم بعلم وما أكنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها قال فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراط قال إنك مستقيم ولا تهد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مذحورا قال لمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وسلم وقال ما نهاكما covid فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما وناداهما ربهما ألن أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا نكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ونكون في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا أن يواري سوآتكم وريشا ولباس تقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريئهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إننا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خلو زينتكم عند كل مسجد تسجدوا أكلوا وأشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم وإنكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كلبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار فمن أعلم ممن افترى على الله كذبا أو كلب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفا ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا لا تفتحوا لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الوالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهام وقالوا الحمد لله الذي هدى ما لهذا وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لها وما كنا لنهتدي له لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق لقد جاءت رسول ربنا بالحق لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونساعد الله ونساعدوا أن تلكم الجنة أورفتموا هذه ما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أهل أنت الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف برجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب وعلى الأعراف وعلى الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة وعلى الأعراف ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفلقوا علينا من الماء أو مما رزقتكم الله قالوا إن الله حرمهما علي الكافرين اللذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم من هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهلنا من شفاء فهلنا من شفاء يشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوال العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر سفارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى فإذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت تقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خوث لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم برسالات ربي وأنصح لكم وأهل من الله ما لا تعلمون أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتكتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتكون أفلا تتكون من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظمك من الكاذبين قال قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم برسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وأعجبتم أن داءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة فانكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قال قالوا ما تعدنا إن كنت من الصادقين قال 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 قَعَلَيْكُمْ من رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبَ أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ثم نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجلنا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم هم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الملأ الذين استكبروا قالوا إنا بالذين آمنتم به كافرون فاعقروا فاعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إن قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون وأنقرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى لوطاتها وإلى مدين أخاههم سعيبا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاجٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْ قُنْ بَلِّينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقُعدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَمِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَلَا تَبْخُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثْرَكُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ مِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وهو خير الحاكمين قال لي ملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنون معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارئين قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه إن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فَأَخَذَتْهُمُ الرَّيْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَافِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوهُمُ الْخَاسِرِينَ فَتَوَنَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَحْتُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثم بدلنا مكان السيئة للحسنة حتى عفاً وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بحاً وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أطبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون أطبعوا ترجمة نانسي قنقر الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيقٌ على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل مني بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاب فإلهي يثعبان مبين قال زايده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا ما هل نحن الظلمين قالوا يا موسى قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وعوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وغارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صبرا وتربنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتار موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وعارك وآلذتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قالوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قال قد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفاد قد أعود ما آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا نوسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك قالوا يا نوسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لنؤمنن لك ولمرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل وإنهم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم ينمذ أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها رافلين وأوعثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ينمذون مشارق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يأكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجذلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم وإذ أنجيناكم من آل فرعون ما يسرمونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وقال موسى لأخيه وإذاروا موسى لأخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلي الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فأما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيطا فلما أفاق قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعرة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأكلوا بأحسنها سأوليكم دار الفاسقين أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيلا الغيئة تخيروه سبيلا ذلك بأنهم كلهوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ورقاء الآخرة حفظت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضروا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجربوا إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأحباء فلا تشمت بي الأحباء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الواحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضا من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدا ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختر موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أدلكتهم من قبل وإياه قال رب لو شئت أدلكتهم من قبل وإياه وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ليأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهى هم عن المنكر ويحري لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يا أيها الناس إني أبيعان اللذين له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله النبي أمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسماطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجرة فانبجست منه اثنتى عشرة عينا قد علم كل أناس مشرفهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسروا ويأكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا غالد القرية وتوكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً أن نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غيراً والذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أعطوا عن ماله وعنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإن أنذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرضها والأذنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريتهم وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأكبعه الشيطان فكان من الضاغين وله شئنا لرفعناه بها ولكنه أغلد إلى الأرض واتبع جوابه فمثله كمثال الكلب إن تحمل عليه يلهف فمثله كمثال الكلب إن تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف ذلك مثل القوم الذين كلهوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثله القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وأذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يقلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعملون يسألونك عن الساعة أيان مرساذا فقل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بوته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضروا إلا ما شاء الله ولن كنت أعلم الغيب لستكترت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة واجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملا خفيفا فمرت به فلما تغشها حملا خفيفا فمرت به فلما أتقلت دعوى الله ربهما فلما أتقلت دعوى الله ربهما فلما أتقلت دعوى الله ربهما جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أَيُشِّرِكُونَ مَا لَا يَخْلُّكُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَنْفَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَنْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَنْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينفرون وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأَنْظُرُ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضَّ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِلْ بِاللَّهِ إنه سميع عليم إن الذين اتقهوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم ومدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقل ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر